نعت دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية المناضلة الأممية إسينار إيجي التي ارتقت برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركتها في مسيرة سلمية ضد الاستعمار في بلدة بيتا جنوب نابلس وأكدت منظمة التحرير أن القتل العمد للمناضلة الأمريكية ذات الأصول التركية يؤكد على وحشية وعنف الاحتلال بحق الأبرياء من الشعب الفلسطيني أشرت منظمة التحرير إلى أن هذه الجريمة تهدف لتخويف وقمع المتضامنين مع فلسطين محملة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة التي تأتي ضمن سلسلة الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ومحذرة من مخططات الاحتلال واعتداءاته الممنهجة والمستمرة فيما طالبت الدائرة بضغط دولي حقيقي على إسرائيل لوقف انتهاكاتها وممارثاتها المخالفة للقانون وللمواثيق الدولية